أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي احترام الدولة المصرية الدائم لحرية الرأي والتعبير وتعدد الأراء بما يخدم مصلحة الوطن وصالح المواطنين وخلال لقائه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022 أشاد مدبولي بجهود المجلس لتغطية مختلف الأبعاد السياسية والاجتماعية والقضايا التي تخص مختلف شرائح المجتمع خلال إعداده الاستراتيجية الجديدة مؤكدا أن ضرورة متابعة تنفيذ بنودي الاستراتيجية مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ وإلى اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات وضرورة التصديلها والتعامل مع من يروجونها طبقا للقانون